السلام عليكم إن شاء الله هنكمل حل كتاب الامتحان طبعة 2023 هندخل على المقامة الكهربية سؤال رقم 47 إذا زاد طول سلك من النحاس للضعف ونقصت مساحة المقطع للنصف فإيه لا يحصل للمقامة؟ نكتب قانون المقامة الر بساوي رو إي في إيه على إيه هل هيتغير المقامة النوعية؟ طبعا لا فأحفظ مكانها بواحد طيب والطول إيه لا يحصل للطول؟ الطول هيزيد للضعف فهشيله الطول وكتب مكانه اتنين طب ومساحة المقطع هتقل للنصف اتنين عن نصف هتساوي أربعة يبقى ده معناه إن المقامة هتوصل لأربع مكانة عليه هتزداد إلى أربع أمثالها يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم G السؤال لرقم 48 ثلاثة أسلاك نحاسية X, Y و Z أطولها على الترتيب قدام أعلى على الترتيب يبقى هنا ده طول X بالترتيب كده وده Y وده Z تمام فإذا كانت مساحة مقطع هذي الأسلاك متساوية فأي من الأشكال الآتية يعبر عن نسب مقاومات السلك؟ ال-R بتساوي رو-E في L على إيه؟ الرو-E واحدة لأنهم كلهم من النحاس ال-L مختلفة أما مساحة المقاطع متساوية وبالتالي هرتب المقاومات على حسب الأطوار هنا أكبر طول هو Y ال-Y أربعة متر أما بالنسبة لـ X اتنين متر يعني نقدر أن نقول أن مقاومة Y هتبقى ضعف مقاومة X وي مقاومة X هتبقى ضعف مقاومة Z هنبص في الاختيارات هنلاقي الاختيار المناسب ألف أهي Y أربع مربعات X مربعين وفي الحالة X مربعين فالزد مربع واحد وبالتالي الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف السؤال لرقم 49 في الدائرة القاربية المقابلة بتغيير موضع السزالك من الوضع A إلى الموضع B فأي من الاختيارات التالية يوضح ما يحدث بالدائرة من حيث طول السلكلستات الموار B الطيار شدة الطيار الموار B الدائرة تمام إحنا دي الوقت عندنا يا ريستات عن طريق الزالك ده بتحكم في طول السلك اللي باستخدمه في الدائرة طيب يعني كأن الزالك ده بيجزة السلك ده إلى جزئين جزء هيكون موجود داخل الدائرة يحسب أما الجزء اللي بيبقى خارج الدائرة لا يحسب لأن هيبقى ليس له مصار مغلق مع البطارين بمعنى إيه أدي الحالة الأولى الريستات أو الزالك موجودة عند A و B يبقى ده جزء السلك اللي أنا مستخدمه الجزء ده كده لأن الجزء ده موجود مع البطارية في مصار مغلق يبقى ده الجزء المستخدم لما أنا أحرك الزالك من A أو الدية عند B يبقى أنا استغنيت عن طول السلك عن جزء من طول السلك أهو استغنيت عنه لأن الجزء ده كده لن يحسب لن يمر فيه طيار لأن هذا السلك ليه طرف مع الهوى الطرف مع الهوى ده دعاء كبير مش هيمرر الطيار الكهرابي وبالتالي أن أنا كده يعتبر استغنيت عن طول السلك ويه استخدمت حاجة أقل وبالتالي طول السلك هيحصل له إيه هيقل ويشد الطيارة حصل لها إيه ما لما طول السلك هيقل المقامة هتقل لأن المقامة الار بساوي رو إيه في إيه على إيه تتناسب طرد مع الطول فلما الطول يقل المقامة تقل والطيار يحصل له إيه طيارة العكس يزداد يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم جيد السؤال لرقم خمسين أي من الأشكال البيانية يمثل علاقة بين المقامة لعدة أسلاك النحاس لها نفس الطول ومساحة المقامة تمام شونا عندنا القانون للأر الأر بالساوي رو إيه في إيه على إيه الأسلاك من النحاس تمام والأطوال لها نفس الطول يبقى المختلف المساحة بين الأر والمساحة علاقة عكسية وبالتالي هدور على العلاقة العكسية اللي بين الأر والإيه تعالوا كده نشوف العلاقات البيانية هنا بيقول لي أن الأر ليس لها علاقة مع مساحة المقطق لا دي مرفوضة هنا بيقول لي دي لي كده علاقة تزايدية طبعا خطأ هنا علاقة تناقصية برضو خطأ ومال فين شكل العلاقة العكسية هي الاختيار الصحيح رقم دال هي دي العلاقة العكسية اللي بين الأر والإيه السؤال لرقم 51 الشكل مقابل يوضح المقطع الموصل المقامة النوعية المادته لو إيه وكانت مساحة مقطعي يعني مساحة المقطع دي إيه ومساحة المقطع دي إتنين إيه يعني المساحة المقطعين دول مختلفتين فعايز قيمة المقامة تمام إيه رأيكم تعالوا كده نفترض إن مثلا الشكل ده مساحة مقطعه زي بعض نفترض كده إن ده كان الشكل إن مساحة المقطع من هنا إيه ومساحة المقطع هنا إيه ساعتها هتبقى المقامة عبارة عن إيه هتبقى الار بالساوي رو إي في إيه على إيه تمام تده لو كانت مساحة المقطع زي بعض طيب كون إن مساحة المقطع دي أكبر ده كده بيقولك إيه بيقولك إن كده المساحة اللي إنت هتستخدمها مش هتبقى إيه هتبقى أكبر من إيه وبالتالي المقاومة هتبقى أقل من رو إي في إيه على إيه يبقى إحنا دلوقتي بنقول ليه إحنا نختار الاختيار رقم جيم ليه أقل من رو إي في إيه على إيه لإن هي هتبقى رو إي في إيه على إيه لو كانت مساحة المقطع بالشكل اللي أنا مظنره لكن في الحقيقة مساحة المواصل اللي عندي عبارة عن الجزء ده زائد الجزء المنقط يعني مساحة أكبر وبالتالي المقامة هتبقى أقل مما اللي هي رو إي في إيه على إيه يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم جيم السؤال للرقم 52 المقامة النوعية للنحاس بتساوي واحد تمانية من عشرة في عشرة أسالة تمانية قوم في متر هذا يعني إيه إن مقامة سلك ليه مواصلات معينة بتساوي نفس الرقم طيب هقولك على حاجة إحنا عندنا الأر بتساوي رو إي في إيه على إيه إمتى الأر تساوي الرو إي لأن هنا بيقول لي إن مقامة السلك عايزها تبقى واحد وتمانية من عشرة في عشرة أسالة تمانية زي المقاومة النوعية إمتى المقاومة تبقى زي المقاومة النوعية لو الإن لي دي بواحد متر بالوحدة بتاعتها واحد متر والمساحة دي بالوحدة بتاعتها واحد متر مربع يبقى في الحالة دي حتطلع الأر بالساوي الرو إيه يعني الأر هتساوي واحد وتمانية من عشرة في عشرة أو السالة بتاعتها هل هو أي للكلام ده في ألف قالك مقاومة السلك بنحاس طوله واحد متر مظبوط كتره لا هنا الخطأ أنا بقول لك مساحة مقطعه مش كتره لأن لما يكون الكتر بواحد متر حيبقى نصف الكتر بنصف متر وتبقى المساحة باي آر تربيع يعني ما هيش بالواحد متر مربع طيب نشوف رقم بيه مقاومة سلك بنحاس طوله واحد متر مظبوط ومساحة مقطعه واحد متر مربع تمام يبقى ساعتها بيساوي المقاومة النوعية اللي هي واحد ثمانية من عشر في عشر والسالة بتتمانية يبقى الكلام ده مظبوط يبقى الاختيار به رقم يبقى الاختيار الصحيح السؤال رقم 53 إذا علمت أن المقاومة النوعية للنحاس الرؤي للنحاس واحد ثمانية من عشرة في عشرة وسالة بتمن فأي من الأسلاك التالية يمثل سلك من النحاس مساحة مقطعه معه مساحة المقطع بس بالملي متر مربع طبعا أنا عايزة أجيبها بالمتر مربع فهنعمل ايه نحول يعني لما بنجي نحول من ملي متر لي متر بنضرب في عشرة وسالة بتالتة طب لما نيجي نحول من ملي متر مربع لي متر مربع نربع التحويلة يعني نقول عشرة وسالة بتالتة كل تربية يعني عشرة وسالة بتالتة يبقى الوقت عايزة أحول مساحة المقطع من عشرة ملي متر مربع لي متر مربع فأنا هاخد العشرة أضربها عشرة وسالة ستة يعني الناتج هيبقى عشرة وسالة بتالتة طيب أني سلك من دول أي سلك من أسلاك ده التالية يمثل سلك من النحاس مساحة مقطعه كذا هتعامل مع كل خانة من دول على أنها مسألة وهعتبر مساحة المقطع مجهولة الخانة اللي هتحقق لمساحة المقطع عشرة أسسالة بخمسة يبه هي دي اللي أنا هخترها تعالوا نبص على الخانة الأولى كده إحنا عندنا الار بالساوي رو اي في ال على ال اي أنا عايزة أتعامل على ان ال اي مجهولة فعايزة ال اي في طرفت هجيب الاي هنا والار هنا ما كان يعني يبه ال اي بالساوي رو اي في ال على ال Gu تعالوا نعمل الرو اي بكم الرو اي بواحد وتمانية من عشرة فعشرة أس سالة بتمانية الطول في الخانة بيقول لك كام عشرة متر مش محتاجة تحويلها على الار في الخانة بكم بواحد وتمانية من عشرة فعشرة أس سالة بيه هبطل مع دي وهيبقى الناتج عشرة متر مربعة طبعا دي اللي بعد ما حولناها خلي بالك اللي ما حولش هيغلط ويختار ألف بس احنا عشان حولنا فاحنا عارفين ان دي مش عشرة متر مربع ده دي عشرة أسسالة بخمسة متر مربع يبقى الاختيار ألف لا مش مطلوب نشوف الاختيار اللي بعده هنقول ان المساحة نفس القانون رو اي في ال على الار الرو اي بكام بواحد ثمانية من عشرة فعشرة أسسالة بتمان فيه الطول بقى في الخانة التانية عشرة على المقاومة اللي عندك ليه تمنتاشر من ألف تمام حيطلع الناتج عشرة أسسالة بخمسة الله متر مربع يعني زي ما احنا عايزينها يبقى الاختيار الصحيح يبقى رقم به السؤال رقم اربعة وخمسين عند زيادة الطول الموصل للدقف ونقسم ساحة مقطعه لنصف فان المقاومة النوعية لمادته المقاومة النوعية لها علاقة بنوع المادة ودرجة الحرارة لا تتوقف على الطول ولا على اي شيء تاني يبقى المقاومة النوعية تتوقف على حاجتين نوع المادة ودرجة الحرارة بس فزيادة الطول الموصل او نقص المساحة لن يؤثر على المقاومة النوعية وبالتالي الايجابة الصحيحة تبقى رقم دال لا تتغير السؤال رقم 55 إذا زاد نصف كتر سلك معدني إلى الضعف ونقص الطول إلى النصف إيه اللي يحصل للتوصيلية الكهربية؟ التوصيلية الكهربية مقلوب المقاومة النوعية فهي زيها برضو لا تتوقف إلا على حاجتين نوع المادة ودرجة الحرارة فتغيير نصف الكتر ولا الطول هيأثر فيها وبالتالي الإجابة الصحيحة رقم G تظهر ستة السؤال رقم 56 موصل طول وقل مساحة مقطع وقل توصيلية الكهربية لمادته سجما فإذا تم تطبيق فرق جهد V بين طرفين تسري كمية من الشحنة مقدارها Q عبر مقطع من موصل خلال زمن T فإن العلاقات الرياضية لأتيها صحيح لو بصيت على العلاقات الرياضية هتلاقي كل العلاقات بتبدأ بQ ولو بصيت هتلاقي كمان إن مفيش هنا N فأنا هستخدم Q اللي هي بالساوي I في T هرجع أبص تاني الإختيارات هلاحظ إن كل الإختيارات فيها V V V V يبقى ده معناه إن لازم يكون في V في القانون مين اللي هيقدر يجيب لي V في القانون I لأن I بالساوي V على R يبقى القيوم هتسام هشيل I وكتب V على R في T تمام طيب هنا هلاحظ إن فيه مساحة مقطع وفيه توصيلية ده معناه إن المقامة لازم كمان أفكها يبقى ده الQ هسيب الV وهسيب الT الR بقى هفكها لرو E في L على A مقام المقام بصد تمام طيب أنا ما عنديش مقامة نوعية معايا توصيلية خلاص أستبدلها بالتوصيلية بس وانا باستبدلها أعرف إن التوصيلية عكسها يعني إذا كانت الرؤية موجودة في المقام ففكتها بالتوصيلية تبقى في البصد يبقى السجمة هتبقى موجودة في البصد كده التوصيلية أكن شلت الرؤية وكانت واحد على التوصيلية مقام المقام بصد هبصة في الاختيارات هلأ الاختيار ده موجود فين؟ في الاختيار رقم ده لدي توصيلية ودي V ودي A والT والL تحت في المقام يعني إجابة صحيحة هتبقى رقم ده السؤال لرقم 57 عندنا سلكين واحد من النحاس والتاني من الحديد ليهم نفس المقاومة والطول خلي بالك المقاومة واحدة والطول واحدة فعايز نسبة بين صفاي كتراي السلكين R حديد لR نحاس ولو تلاحظ في الاختيارات كلها بين الرؤي حديد والرؤي نحاس تمام إحنا عندنا قانون للرؤي الرؤي المقاومة النوعية بتساوي رال R في A على ال L لما نيجي نعمل نسبة للرؤي هنعمل النسبة B ال R لأ عارف ليه؟ لأن قال لك نفس المقاومة فلما أجي أعمل النسبة هلاقي المقاومة هنا زي المقاومة هنا فهتطير فتقل على نفس النسبة ليه؟ طيب وليهم نفس الطول وكمان مش هعمل النسبة بالطول لأن ليهم نفس الطول طيب وهو جاب سرة نصف القطر يبقى هفك الإيه؟ لبي R تربيع يبقىنا دلوقتي هقول تاني هو الرؤي هتبقى عبارة عن R هفك الإيه؟ باي R تربيع على ال L لما أجي أعمل نسبة للرؤي حديد على الرؤي نحاس أو نبدأ برؤي نحاس على الرؤي حديد هنقول ال R بلاش نعمل النسبة بال R لأنها واحدة في الاتنين فهتطير في الاختصارات وبلاش بال L لأنها واحدة في الاتنين هتطير في الاختصارات والباي واحدة في الاتنين هتطير في الاختصارات يبقى بين الرؤي وال R علاقة طردية بس R دي تربيع يعني إيه؟ يعني رؤي نحاس على رؤي حديد هيبقى بين الرؤي وال R تربيع طرد يعني أكتب هنا R تربيع بس نحاس نحاس قصاد النحاس وهنا هكتب R تربيع بس حديد تمام هو عايز مين بقى؟ R حديد على R نحاس R حديد العكس طب تعالوا نقلب النسبة دي يبقى رؤي حديد نقلب هو خالي المقام هو الأول وعلى رؤي نحاس أدم قلبتي دي أقلب دي كمان يبقى R تربيع حديد على R تربيع نحاس تمام؟ أنا بقى مش عايزة R تربيع حديد لأ أنا عايزة R حديد بس يبقى ناخد الجزر يبقى R حديد على R نحاس ناخد جزر لقصاده يبقى جزر رؤي حديد على R نحاس تعالوا كده نشوف موجودة في الاختيارات الولاقة هاي الاختيار رقم دال جزر رؤي حديد على R نحاس السؤال لرقم 58 أي من الأشكال بيانية التالية ومسل علاقة بين المقامة النوعية رؤي المجموعة من الأسلاك من مواد مختلفة والتواصلين العلاقة اللي بين الرؤي والتواصلين احنا بنقول الرؤي عبارة عن مقلوب التواصلية واحد على التواصلية يبقى بين الرؤي والتواصلية تناسب عكسي يبقى العلاقة هناخد التناسب العكسي بقى شكله فين التناسب العكسي دي مفيش علاقة هنا طردية هنا تزايدية العلاقة العكسية يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم أليف طب امتى اختار الاختيار رقم جيم لو كان كاتب لي على محور السينات واحد على التواصلية لأن الرؤي لو انا هتكلم على الواحد على التوصيلية هتبقى طردية معه مع المقلوب طردي لكن مع التوصيلية نفسها هيبقى علاقة ايه؟ علاقة عكسي بالإجابة الصقيعة تبقى رقم السؤال رقم 59 اي من الاشكال البيانية التالية يعبر على علاقة بين التوصيلية الكهربية لمادة مصر ومساحة المقطع احنا اتفقنا ان التوصيلية مقلوب المقامة النوائية تتوقف على حاجتين اتنين بس نوع المادة ودرجة الحرارة مالهاش دعوة بمساحة المقطع ولا بالطول ولا بالمقاومة مالهاش دعوة بالكلام ده كله وبالتالي اختيار الصحيح بقى رقم ده مهما زودت مساحة المقطع التوصيلية قد من المادة واحدة هدى انها مقدار سلط السؤال رقم 60 عندنا سلك طوله يبقى نمعايا الطول بس اخلي بالك بالصمتي عشان نحاول من سنتمتر المتر اضرب عشرة وسالب اثنين يبقى مية وستة وتلاتة من عشرة في عشرة وسالب اثنين ده الطول مساحة المقطع عايزين نحولها من ملي متر مربع لمتر مربع هنقولها تاني عشان نثبت المعلومة عشان تحول من ملي متر لمتر انت بتضرب في عشرة وسالب تلاتة طب عشان تحول من ملي متر مربع لمتر مربع هتربع التحويلة يعني هتبقى عشرة وسالب تلاتة الكل تربيع يعني عشرة وسالب ستة يبقى أنا هقول الواحد ما بتكتبش يعني هنضرف عشرة أسسالة بستة تمام والمقاومة الار بواحد او عايز المقاومة إنه وعيد هنقوله إن الرو ايه بساوران ار في ايه على الال ونعود الار بواحد والمساحة بعشرة أسسالة بستة على الطول اللي هو مية وستة وثناتة من عشرة في عشرة أسسالة باتنين هتطلع معاك القيمة تسعة وواحد وربعين من مية فعشرة أسسالة بسبعة يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ألف طيب عايز التوصيلية الكهربية هنقلب المجدور هنقوله التوصيلية عبارة عن واحد على الرؤي يعني واحد على تسعة وواحد وربعين من مية فعشرة أسسالة بسبعة هيتطلع معايا الناتج واحد وستة من مية فعشرة أسستة يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم دال سلك من الحديد طوله يبقى معايا الطول بثلاثة واربعتاشر من مية متر مش محتاجة تحويل نصف القطر بالملي متر إزاي بحاول الملي متر المتر بندرق في عشرة أسسالة بثلاثة يبنى عندي الار بنص في عشرة أسسالة بثلاثة وصلة البطارية فكان فرق الجهد معايا الفي بخمسة بون إذا علمت أن المقاومة النوعية الرؤي عشرة أسسالة بسبعة فعايز شدر طيار المار في السلك وقال لي أن الباي بثلاثة واربعتاشر من مية هو عايز الاي الاي بتساوي في على الار أنا معايا الفي لكن مش معايا الار فهجيب الار الأول الار بالساوي رؤي في ال على اي الرؤي قيمتها كام؟ عشرة أسسالة بسبعة طيب والطول تلاثة واربعتاشر من مية طب ومساحة المقطع باي أر تربيع هفكر ايه؟ مساحة مقطع السلك على شكل دايرة فهفكر مساحة وقت مساحة الدايرة باي أر تربيع باي اللي هي تلاثة واربعتاشر من مية زي بقال في السؤال أر تربيع أر اللي هي نص في عشرة أسسالة بتلاثة بكل تربيع حيطلع معاك الار قيمتها أربعة من عشرة هنيجي بقى نعوض هنا هنقول الاي هتساوي الجي اللي هي خمسة على الار اللي هي أربعة من عشرة حيطلع معايا الناتج اتناشر ونص أمبير يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم داير السؤال لرقم اتنين وستين عندنا سلك طوله متين متر يبقى الطول متين متر مش محتاج تحويل المقاومة النوعية الرو اي بثلاثة واربعتاشر من مية فعشرة أسسالة بسبعة يمر خلال مقطعه دا عدد الإلكترونات يبقى عندي الان بالساوي اثنين فعشرة أسساعة تاشر إلكترو خلال الثانية الواحدة معايا زمن واحد ثانية عندنا توصيله بمصدر فرق الجهد بين كطبئ لفي أربعة وستين فعنا نصف كطر مقطع السلك يساوي ايه وقالي البي بداية واربعتاشر من مية يبقى المطلوب مني نصف كطر مقطع السلك نصف كطر مقطع السلك موجود في مساحة مقطع السلك ومساحة مقطع السلك موجود في المقاومة يعني أنا عندي قانون للار الار بيساوي رو اي في ال على الايه الال هي باي ار تربيع قادي أسيدي نصف الكطر يبقى احنا عشان نجيب نصف كطر المقطع لازم يكون معايا الار وأنا فعلا ما عنديش الار طب أجيب الار ازاي الار هنجيبها من في على ايه طيب ال في موجودة اه موجودة باربعة وستين طب الاي مش موجودة لا مش موجود يبقى هاتطر أجيب الاي طيب هروح أجيب الاي الاي بساوي ان في ايه على تيه تمام الان بكام عندنا عدد الالكترونات باثنين فعشرة قس 19 طب شوحة الالكترون واحد وستة من عشرة فعشرة قس 19 على تيه بواحد يطلع معايا الاي بثلاثة واثنين من عشرة جبت الاي أقدر أجيب بقى الار هقول الار بساوي فيه على اي اربعة وستين على ثلاثة واثنين من عشرة هتطلع بعشرين قوم هقول بقى الار دي بساوي رو اي في ال على باي ار تربيع هجيب الار تربيع مكان الار والار مكان الار تربيع يعني هقول الار تربيع بساوي رو اي في ال على باي في ار طيب الار بس نصف الكتر بس اخد الجزر جزر ايه من بقى الرو اي نعوض عنها بثلاثة واربعتاشر من مية في عشرة قس سالب سبعة وي اللي عندي الطول قمته متين وي الباي بثلاثة واربعتاشر من مية وي الار قمتها عشرين طبعا كل ده تحت الجزر هيطلع معي الناتج عشرة وستسالب تلاتة متر يعني الاجابة الصحيحة هتبقى رقم جي السؤال لرقم تلاتة وستين عندنا السلك طوله تلاتين متر مساحة المقطع بالصمت متر مربع مش هينفع لازم اخدها بول متر مربع يبقى حاول ازاي هقول التلاتة من عشرة فعشرة وستسالب اربعة عشان احول من صمت متر مربع لمتر مربع بنضرب فعشرة وستسالب اربعة وصلها في دائرة مغلقة مع مصدر طيار مستمر واميتر ومقامة مهملة فاذا كانت شد الطيار المار في السلك ال i بساوي اتنين امبلا وفرق الجهد بساوي تمانية من عشرة فعايز التواصلية الكهربية التواصلية الكهربية هلازم يكون معي المقاومة عشان اجيب المقاومة ما عندش المقاومة ال r بساوي v على i اجيب المقاومة الاول ال v بكاب تمانية من عشرة وال i باثنين يب ال r باربعة من عشرة او اللي بقى دي كده جبت ال r الاول هقول بقى التواصلية بساوي مقاومة النوعية هرقل بس بالمقلوب يعني هساوي r في ايه ده في المقام وهنا ال l نعوض قيمة ال l بتلاتين على قيمة ال r اللي هي اربعة من عشرة والمساحة اللي هي تلاتة من عشرة في عشرة وستسالب اربعة هيطلع معي الناتج خمسة وعشرين في عشرة او سخمسة يعني الاجابة الصحيحة هتبقى رقم b السؤال رقم 64 سلك معدني مع زول كتره طبعا احنا مش نتعامل مع الكتر احنا بنتعامل مع نصف كتر السلك عشان بنجيب منه مساحة مقطع اسلي فاذا كان الكتر بواحد من عشرة ملي متر يبقى نصف الكتر هيبقى واحد من عشرة قسمه على اثنين وهضرب في عشرة وستسالب تلاتة عشان احول من ملي متر للمتر هلاقيها بالقال لحسبة هتبقى خمسة في عشرة وستسالب خمسة متر يبقى نصف الكتر معي تمام مصنوع من سبيكة المقومة النوعية لمادتها معايا رو اي رو اي خمسة في عشرة وستسالب سبعة فان التوصيلية الكهربية بيوسق بيسأل على التوصيلية الكهربية لمادة هذا السلك التوصيلية بيسأل عليها وبيسأل كمان عن الطول الذي يلزم من السلك لاستخدامه كمقاومة قيمتها المقاومة قيمتها 200 اوم عالترتيب تمام اول حاجة هنجيب التوصيلية ودي امرها سهل لان التوصيلية عبارة عن مقلوب المقاومة النوعية يعني واحد على خمسة في عشرة وستسالب سبعة وهتطلع معاك التوصيلية قيمتها 2 في عشرة وستسالب ده المطلوب الأول طيب عايز طول السلك احنا عندنا الار بالساوي رو اي في ل على الاي ال اي هتفكل باي ار تربيع طيب انا عايزة الطول فبقول الطرف المتصل عالطرف اللي فيه مجهول طبال الاي بيساوي ار في باي ار تربيع الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول يبقى على الرو اي ونعود الار قيمتها كام؟ 200 البي بـ 3 و 14 من مية الار بـ 5 في 10 أسسالب 5 الكل تربيع على قيمة الرؤي اللي هي 5 في 10 أسسالب 7 تمام؟ هيطلع معايا قيمة الال قيمتها كام؟ هتطلع معاك 3 و 14 من مية تبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم دال إن التوصيلية 2 في 10 و 6 والطول السلك 3 و 14 من مية السؤال 65 في فكرة حلوة تتصل محطة لتوليد الكهرباء وبنا عندي هنا محطة بتولد الكهرباء تتصل بمصنع بياخد منها الكهرباء دي مصنع طبعا في بينهم مسافة المسافة دي 2.5 كم طب ليه هو إيه اللي على المسافة؟ لأنك عشان تنقل الكهرباء من المحطة للمصنع هتشد أسلاك الأسلاك اللي هتشدها لازم تبقى مناسبة مع المسافة بس خلي بالك إن من شروط مرور الطيار الكهرباء وجود مصار مغلق فلازم يبقى السلك رايح راجع وبالتالي تبقى أنت تقدر تعرف طول السلك عبارة عن المسافة دي مرتين لأنك هتجيب الطول رايح وراجع تالي يبقى أنت كده فهمت من المعلومة دي إن الأسلاك اللي هتشتريها لازم تكون بطول 2.5 كيلو و2.5 كيلو 2.5 و2.5 يعني 5 كيلو يعني 5000 متر السلك اللي هتشتريه 5000 متر يبقى دي معلومة لفهمتها من المسافة فإذا كان الجهد عند المحطة هنا جهد النقطة دي 240 والجهد عند المصنع 220 هل في فرق جهد بين المحطة والمصنع أيوة دي 240 دي 220 ترحهم من بعد هيتطلع فرق الجهد اللي دي هنا فرق الجهد 20 فولت تمام يبقى هنحتاج فرق الجهد ده والمصنع بيستخدم طيار الطيار كمته 80 أمبير المطلوب عايز مقاومة المتر الواحد من السلك طيب أنا هجب لك المقاومة بتاعت الأسلاك كلها وبعدين نتصرف في الآخر ونجيب لك مقاومة المتر الواحد المقاومة بالصفة عامة الار لكله عبارة عن في على قوي الفي فرق الجهد بين المحطة والمصنع 20 على الطيار 80 هيتطلع 25 من 100 أمبير يبقى مقاومة الأسلاك كلها 25 من 100 أمبير انت عايز بقى مقاومة المتر الواحد هقسم المقاومة دي كلها اللي هي 25 من 100 على طول السلك اللي هو كام اللي هو 5000 هيتطلع معاك الناتج 5 في 10 أسلاك 5 أمبير ده مقاومة المتر الواحد يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ألف تمام؟ طيب السؤال اللي بعده عايز نصف كتر السلك إذا علمت أن المقاومة النوعية لمادته واحد و 57 من 100 في 10 أسلاك 8 نصف الكتر إحنا عندنا الار بتساوي رو اي في ال على الاي باي ار تربيح عايزة أخلي نصف الكتر ده بس ده متربع هجيبه هنا مكان الار والار مكانه يبقى الار تربيح هتساوي رو اي في ال هجيب اللي هنا البي زي ما هي هجيب الار مكان الار تربيح هذي الار يبقى أنا ممكن أسحب البسط للمقام عبره ليساني تمام؟ أنا بقى عايزة أجيب الار بس يبقى ناخد الجزر جزر رو اي في ال على باي في ال هنعود الرو اي عندك قمتها كام؟ زي ما هو قال واحد و 57 من 100 في 10 أسلاك 8 الطول بكام؟ انت هتستخدم أنه طول هستخدم الطول كله بتاع الأسلاك اللي هو 5000 طيب قدم استخدمت الطول كله باستخدم المقامة كلها هنا الباي بـ 3 و 14 من 100 والمقامة بتاعة الأسلاك كلها اللي هي 25 من 100 هيطلع معاك نصف الكتر واحد من 100 متر يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم جي السؤال رقم 66 الشاكل المقابل يوضح دقيرة كهربية غير كاملة فإذا كان لديك أربعة أسلاك نفس المادة ومختلفة في الطول والصوم كتم توصيل كل منها على حدة بين نقطتين X و 1 فإن الأميتر تكون له أكبر قراءة عند توصيل السلك خلي بالك إجابة الأسئلة في مادة الفيزياء بيعتمد على التأني وكتبت القواني هنا بيسألك عن أكبر قراءة للأميتر يعني أكبر طيار أكبر طيار مع أقل مقاومة أقل مقاومة والأر بالساوي رو E في L على إيه؟ عشان أحصل على أقل مقاومة يبقى لازم الطول يبقى قليل والمساحة تبقى كبيرة يعني السلك سلك ده يبقى سلك قصير وساميك مساحة مقطعه كبيرة لما يكون السلك قصير يعني طوله قليل ومساحة مقطعه كبيرة أحصل على مقاومة قليلة يعني أحصل على طيار كبير يبقى الإجابة تبقى جيم السلك القصير والساميك سؤال رقم 67 الشكل المقابل يمثل أطول ومساحة مقاطع أربعة أسلاك مصنوعة من نفس المادة عند نفس درجة الحرارة فإذا وصلها كل منها بنفس فرق الجهد فالترتيب الصحيح للأسلاك من حيث شد الطيار عايزني أرتب من ناحية شد الطيار طب إيه رأيك نرتب المقاومات وبعدين نعكس الترتيب ده ونقول ده ترتيب الطيار لأن الطيار بيبقى عكس المقامات طيب تعالوا الأول نجيب الـR للموصل A R للموصل A هنقول رو E مع رو E واحدة للكل الطول هنا L والمساحة 2A يبقى أنت عندك الاتنين في المقامي ده معناه أن فيه نص هو ورو E في L على A يبقى أنت معاك نص رو E في L على A طب تعالوا نجيب الـR للموصل B هنقول رو E روح لموصل B طوله L ومساحة المقطع A يبقى على الـA يبقى أنت عندك هنا رو E في L على A المعامل هنا واحد هات الـR للموصل C هنقول رو E في الموصل C هاتقول رو E يبقى أنت عندك الاتنين في البص يبقى رو E في L على A حالة الـR للموصل D هتقول رو E الموصل D أهو طوله 2L ومساحته 2A يبقى أنت الاتنين هتطرمع على الاتنين يبقى رو E في L على A تمام يبقى أنت عندك هنا أصغر مقامل النص يبقى أنت هتقول R A دي أصغر طب مين اللي أكبر منها مين اللي أكبر من النص الواحد وهنا الواحدة هو يبقى الـR B الـR B بتساوي الـR D والـR B والـR D يدول أصغر من المقامل R C يبقى أنت عندك R C اللي هي 2 دي أكبر حاجة وبعدين ها الواحد هي الـR D بتساوي الـR D بتساوي الـA أكبر من الـR A أنت رتبت المقامل هتعمل بقى كل اللي هتعمله أنت هتعكس الإشارة بس يعني أنا عايز أرطب الطيار هقول بقى يبقى طيار A أكبر من طيار B بساوي طيار D هنا بدل ما أقول أصغر أو لا أكبر من طيار C هبص كده في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم B A أكبر من B بساوي D أكبر من C ترجمة نانسي قنقر